نروح للدحيل بقى وزي ما قلت كده هنتكلم مع عمر النهاردة في مواطن الخطورة ايه هي نقاط القوة اللي لو تم اقافها في فريق الدحيل نتطمن الى حد كبير جدا انه مفيش حاجة توصل محمد الشناوي زي ما قلت لحضراتكم هنستعرض معاكم بروفايلات اهم واكتر مفاتيح لعب فرقة الدحيل والبداية مع الداهية البرازيلي ادواردو او المشهور طبعا بدودو زي ما حضراتكم شايفين مركزه في وسط الملعب عنده 29 سنة جنسية برازيلي لعب 15 مباراة سجل فيهم 10 اهداف وقدر يعمل 8 اسست او 8 صناعة اهداف هو الحقيقة من اكتر اللاعبين تصويبا على المرمى 54 تصويبا منهم 29 بين 3 خشبات التمريرات الصحيحة نسبتها 563 تمريرة بنسبة 81% دقة التمريرات المراوغات 104 منهم 68 تمريرة صحيحة والتمريرات البينية الصحيحة 18 18 اكتر لعب عمل تمريرات بينها سليمة الحقيقة ما بين انه هداف وصنع علعاب اعتقد ان ادواردو يمكن يكون اخطر وديك حرية تختلف انا بسوفه اخطر لعاب يتحيل هو اعلىهم في القيمة التسويقية واعلى صفقة موجودة في فريق الدحيل لكن انا شايف كمان انه اللي يلعب على لعب برازيلي زي ده وبالسرعة هو عنده السرعة كمان عالية جدا اللعيب زي اكرم توفيق انت في وقت من الوقت تبقى محتاج لعيب عنده باور ولعيب فدائي في الملعب هو اكرم بيتمايز بكل ده ممكن اكرم من اول ما خرج اعارة لنادي جونا ثم لعب بطولة قوم افريكا تحتلات وعشرين سنة الحقيقة اثبت انه هو العيب عنده باور ولعيب يتحمل مسئولية على ارض الملعب يتقدر تعتمد عليه ولما هتديله المهام الدفاعية هيقدر يقديها على احسن وجه اعتقد انه اكرم ممكن يوم بالدور ده بشكل هيل جدا تمام طيب هنروح للعيب التاني ادميلسن بالجيكي ولكنه برازيلي الجنسية وانا بشوفه الامهر اذا كان ادوارد هو الاختر فانا بشوف ادميلسن حقيقة الامهر لعيب كورالي ستايل عنده قدرة كبيرة جدا على المراوغة 26 سنة جنسية برازيلي وان كنت اعتقد انه برضو مش متأكد هو برازيلي ومجنس ولا هو اساسا برازيلي لعب 11 مباراة سجل 10 اهداف صنع 4 اهداف هو 3 لعب في صناعة الاهداف الفريق عنده برضو مهارة التصويب على المرمى التمرييات الصحيحة بتاعته تتميز برضو بالدقة 78% اعتبرها نسبة عالية مراوغات صحيحة 62 مراوغة منهم 45 مراوغة سليمة والتمرييات البينية 8 وعرضيات طبعا هو بيرعب في مركز الجناح الامين والحقيقة يمكن لعب اكتر من 64 كرة عرضية وهو بيعتبر اكتر لاعب امدادا وانا اعتقد دي هتكون واحدة من اهم محاور لعب التحيل لانه عنده طوال القامة اهمهم طبعا اولونجا اللي هنتكلم عن اولونجا ومعز كمان يعني الاثنين اطوال لا وابتدى بالاتنين لا ما اعتقدش نبدأ بالاتنين طبعا لانه حتى هو بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد ا اربعة الى اقرب اولونجا من وجهة نظرك اعتقد ان اولونجا ممكن يكون لان اولونجا كمان اكتر احتكاكا بالمستوى ده اكتر من معز لانه كمان معز هو معز سوداني مجنس ومعز اظهر يعني شخصية جيدة وقد اهداء كويس في بطولة اسيا وكان هداف ولفت الانظار وكده لكن خليني برضو اقول لحضرتك ان المستوى لاحتكاك مختلف انك تبقى مقضي عمرك كله في المدوري المحلي هناك مش بتكتسب كل الخبرات اللي انت محتاجها علشان توصل للطوب ليفل اللي الناس متخيلات وبالتالي انا شايف ان اولونجا هيكون هو يعني الاقرب للبداية امام النادي الاهن خلينا نتكلم على ادملسون بقى ادملسون انا شايف انه مهاري مهاري وعنده سرعات هي السرعة مش عالية قوي عند ادملسون مش زي ادواردو يعني ادواردو سرعته عالية اكتر من ادملسون بكتير ادواردو ده بيفكرني بانسخة مصغرة من ديجو كوستا بحسه كده نفس ستايل لعبه لا بس اطيب من كوستا كتير بس اطيب من كوستا كتير لكن اعتقد ان ادملسون برضو من العناصر اللي في النادي الاهلي ممكن توقفه مع علي معلول اشتغل عليه طول المطش ما اعتقدش انه هيبقى بنفس الخطورة اللي بيقدر او الاريحية اللي بيقدر يلعب بيها في الدوري القطري فاعتقد انه لا بالعكس يعني هو ما فيش شك انه لعيب كويس لكن اعتقد ان علي معلول عنده من الخبرات الدولية كمان اللي تطيح له انه هو يحكم السيطرة عليه نروح للمعز المعز طبعا من اصل السوداني ولكنه مجنس مركز مهاجم عمره 24 سنة مهاجم صغير في السن عدد المطشاط 15 مباراة سجل 6 اهداف وبيعتبر تاني لعف الفريم من ناحية تسجيل اهداف صناعة الاهداف خمسة وهو برضو في مركز تاني التمريرات مش نسبة عليه قوي زي ادواردو بطبيعي لانه ده راس حربة صريح التمريرات الصحيحة 28 بنسبة دقة 77% والمروغات 20 مراوغة ما عندوش المهارة قوي لكنه قناص عنده تمركز على مستوى عليه جوه للسندوق وعندو فكرة من لمسة واحدة برضو اعتقد واحدة من اكتر حاجات اللي بتميز المعز هو معز تقدر تطلق عليه انه وسائد اخطاء يعني معز ما تغلطش هو هو موجود في الصندوق تغلط على طول بتعويل يسجل اهداف وبالتالي فوآن الدفاع النادي الاهلي والتركيز اعلى معدلات التركيز هالي هتفرق في حتة الرقابة لو معز بيلعب لو ولونجا بيلعب هو في الحالتين نصيحك لياسر وبدر انه هم يبقوا مركزين مع بعض او ايمن وبدر خط الدفاع لازم يبقى اولا هم قريم بعض كلهم اللعيبة بتلعب مع بعض بقالها فترة طويلة وحتى اللعيب اللي بيدخل مكان لعيب هم على نفس المستوى تقريب لكن انا اعتقد انه الدفاع محتاج شوية حتة التركيز يكون في اعلى مستويته وانه يكون التواصل ما بين الدفاع كمان وما بين حرس المرمى وده اهم حاجة لانه احيانا اخطاء الكميونيكيشن دي في الملعب ما بين دفاع وما بين حرس المرمى ممكن تعمل مشاكل التركيز هو اللي بيفرق شفناها مبارح بالزبط لا شفناها مبارح ويعني بشكل واضح قوي فاعتقد انه هو ده النصيحة الاهم لكن حتة الالتحامات وحتة ان انت ما تديش فرصة للعيب يستلم والحاجات النمطية اللي احنا عارفينها بتاعة الكورة دي اعتقد انه في المطش ده هيتبقى الدفاع النادي لأهلي برضه هيبقى فقى على مستوياته انا متأكد اه الاجناب ام العمق يعني ايه اللي علينا ان احنا نعمل حسابه اكتر يعني من طريقة لعب الاطراف الاطراف طبعا هو بيلعب بتلاتة والتلاتة بيتحركوا على الاطراف والعمق طبعا بالتأكيد اه بيبقى فيه كور لكن هو الاطراف عنده سواء من الناحية اليمين او الناحية الشمال بيشتغل سواء دودو سواء اه اد ميلسون اه التحرك حتى رأس الحرب واللي بيقى معهم او رأس الحرب الوهمي اللي هيكون موجود كمان ازا هو لعب بفكرة الرأس الحرب الوهمي فلا هتبقى مشكلة الاطراف اكتر منها العمق طيب دي اللحظات اللي بيوصل فيها نجومنا اه ده اوتوبيس الفريق طبعا لمقر التدريب او ملعب التدريب يعني انا شايف كابتل محمود خطيب كمان كابتل محمود خطيب الحقيقة مش سايب البعث موجود مع البعث في كل حتة اه كل الاخبار الحقيقة رجل يعني في لحظة بلحظة مع الفريق وانا بيتهيق لي الحقيقة الدور ده اللي بيقوم بيه كابتل محمود خطيب واحد من الاسباب اللي قدت لتتويج الاهلي بالثلاثية الدعم المعناوي اللي بيقدمه كابتل محمود للفريق الحقيقة ليه دور كان كابتل سمير عدلي ربنا اديله الصح طبعا ربنا اديله الصح يعني انا بسعد بوجودهم ولما تشوفوا تفتكر الزمن الحلو في الكرة في مصر وفي النادي الاهلي قدامنا كابتل شناوي ربنا يحميه مهندسة حنان الزيني برضو يعني كل عناصر منظومة النادي الاهلي بتشتغل لهدف واحد انا اتمنى كمان انه ربنا يكلل المجهود ده كله بالنتيجة الايجابية بكرة ان شاء الله بالمناسبة اتبسطت من انترفيو مبارح لباسكالة سوبر بيرلر هو السفير مدحف الفيفا وحارس مارما سويسر لما تكلم على كابتل محمود الخطيب تشتر اهلي وتوقيع كابتل الخطيب هو في النهاية الخطيب ده اسطورة مش بس في النادي الاهلي ضف افراقية كلها وعلى مستوى كرة القدم من هنا بتيجي القيمة ومن هنا انه لما يبقى هو رئيس بعثة النادي الاهلي في كاس العلم للاندية والفيفا بيطلب التيشرت تاع النادي الاهلي موقع منه اعتقد ان ده تكريم صغير من الاتحاد الدولي لمجهود النادي الاهلي كله تكريم صغير ولكن ليه دلالة كبيرة جد او دلالات الحقيقة كبيرة جد لا كتير دلالات كتير لانه انت اول نادي عربي يتحطي التيشرت بتاعه في مدحف الفيفا ممكن كان موجود التيشرت محمد صلاح في وقت موقعات كان ايفنت عربي عن العرب في كرة القدم لكن الاهلي حاجة تانية نروح للويز سييرا سريعا جدا لاعب خاصة واحد من عناصر الخبرة في فريق الدحيل برازيلي بردو بس كبير في السن شوية اثنين وتلاتين سنة لاعب عام تلاتاشر ماطش طبعا من ناحية الهجومية عنده مش على نفس قدر السؤوليسي او الرباعي اللي تكلمنا عنه ولكنه احد عامدة الفريق من ناحية الخبرة طبعا نتكلم على عيب عمره اثنين وتلاتين سنة وصاحب مشوار طويل بالضبط هو كمان معهم بقابلوا فترة طويلة وفي نفس الوقت يعني هو اسمه لويز كارلوس والشهير بالسيارا والعيب من العناصر اللي هم بيعاولوا عليها نقل خبراتهم للعيبة اللي موجودة في الملعب موجود عطاكت سابر لاموشي بيصق فيه وبيديله يعني فكذا هو قائد الفريق برضو دي بتفرق قوي لكن انا شايف انه من نققة ضعف فرقة الدحيل انه يقدر اللعيبة بتاعتنا سواء شريف سواء طاهر والتر بواليا لو في الملعب مروان محسن لو في الملعب مش هيبقى زي ما يعني هو مش مش التوب لفل اللي تقدر انت تخاف منه قوي يعني ده من العناصر اللي هم تقدر انت تشتغل عليها وتلعب عليها علشان تقدر انت كمان تستغل اخطاقه بالمناسبة هو برضو حركته مش ميعندوش لسرعة قوي لكن اعتقد انه الاهلي يقدر يشتغل عليه كويس قوي اشتغل 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 اشتغل